موسيقى صباح الخير بحلقة أخبار الصباح ليوم التنين الثلاثة أدار مركز التزلج بكفردبيان بعد ناطر الزير يلي أجل معيده 23 آب طرابلس عنوان فيلم وثائق جديد للمخرج والمنتج اليسخلاط إصدارين جديد لكولييروج والابتيت كوميونيست كين سوريا جامي بالإضافة لتجمع فعاليات مدينة طرابلس لرفض الصورة الخاطئة عنها المدينة وضيفتنا لليوم أخصائي التغذية مارال تسلاكين لنتناول مع موضوع التغذية وخاصة بفترة الصوم ولكن البداية بتكون مثل كل صباح ماحها للطقس واتصالنا مع مصحة الأرصاد الجوية واليوم معنا على الخطل أستاذ بيسام عبدالله لنطلع معه أكتر عن تفاصيل هالطقس يعني غبرة شمس شوب ما بعرف أستاذ بيسام صباح الخير صباح النور كيفك؟ صباحك الحمد لله هاتيك العافية الله يعافيك تفضل نعم بالنسبة لحالة عامة بعضه التقسنا نحن نشوف متقلب عم بيساطر الحفظ الشارع المتوسط توقعاتنا اليوم تقسنا حيكون غائم بالفترة الصباحية حيكون عندنا ده ربع المنتفعات لسبب هالموجة اللي عم بتكون مزارة الأفريقية تحديداً مصر عم تيب هالغبرة هاي دي نعم بس اللي حيصير انه الهوى حيخف يعني حنشوف الفرق بين اليوم ومبارح انه مبارح كان الهوى كتير قوي وجيب هالرمل بكمية شوي قوية عشان هاي كانت رأيه كتير صيق مبارح صح اليوم اكيد بتكون اقل سوء انه الهوى هيدا حديت وخفت ودرجات الحرارة رح تتدنى درجات الحرارة حتبقى متدنية يعني ما في عليا تعديل يعني هي اريد نزلة مبارح صح نزلة مفاجئة بعض الظهر وحتدلها متدنية هالدرجات الحرارة لحد الأربعة الأربعة بتباليش ترتفع الحرارة والخميس ترتفع بشكل كتير ملحوظ ما بين 4 و 5 درجات نعم التالتة بكافة طاقصنا هيك انما بالفترة الصباحية متوقعين بعض الأمطار المحلية المحدودة خاصة بالفترة بس الصباحية نهار التالتة نعم وبيرجع شوية الهوى بيقوى أوكي وممكن كمان الرؤية ترجع على السوق شوية لانه بعضه هالمنخفض الجو الجاية من أفريقيا والهوى عم بيقوى شوية ممكن ترجع تقدي شوية للسوق الرؤية والقرب رجع تقص الحالي الطبعي ما يبعط في عنا شي طيب هيك شهر أدار بصورة عامة ممكن يحمل معه أخبار منيحة على صعيد الشطة والتلش نعم يعني هلأ لكشوف كنمحة أولية يعني بعد ما فينا ما عم نحكي على هذيك الأمطار مت ما عم نشوف إذا بنحكي هشي بأدار أمطار هيكون أمطار بكمية محدودة جدا وحكوم بفترات محدودة يعني لهذا التوقات يعني بالنهية الخرايطية اللي بتحكم على هالموضوع بس إنما كنظرة أولية إذا حيصير في عنا أمطار متل الشي اللي مرأة مبارح مثلا بعض الأمطار كانت خفيفة ببعض المناطق بس بهالريتم هيدا ما حتب يعني ما بتصور أنه حيكون في عدة تفاعل أكتر بين هيك نعم شكرا لك أستاذ ويسام نحن نتمنى لك بداية أصبح حلوي جويل صباح الخير صباح الخير بيارات لقليك لمشاهدين خلينا نقول أنه مبارح كانوا المسيحيين عم بيحتفلوا بأحد المرفع عم نتمنى لهم أكيد صم مبارك مع بداية الصم الكبير اليوم على أمل أنه هالفترة كمان تحمل مع أخبار حلوة للبنان حول الأخبار والعنوين السياسي رح نعمل جولتنا اليومية ومن أجواء بداية زمن الصوم بتنشر اليوم صحيفة النهار واسمحوا لإبدا بالصورة صورة من شباب ترابلوس اللي عم بيحيوا مبارح كانوا مهرجان زنبو حسب ما كتبت النهار إعلانا لبدء الصوم الكبير لدى الطوايف المسيحية اليوم هالصورة اللي بتفرج عن جد الحياة الحلوة بترابلوس يلي منتأمل تنعكس على كل المناطق اللبنانية بالعنوين تشدد حزب الله ترهيب لرئيس المقبل اللاجئون سوريون أربعة ملايين في الالفين وخمسة عشر العجواء ملبدة اليوم أمام اللجنة الوزرية المكلفة إعداد البيان الوزري وبختم النهار بقلم نيلة ويني ومقالب عنوان في قصر بعبدة كلام من ذهب جولتنا بتتابع مع السفير الخطاب يهدد الحكومة والحوار والمليارات بر منصر الله لا بيان وزريا بلا مقاومة واشنطن سوريا أكبر معسكر تدريبي للجهاديين النصرة تنتهك هدوء التسوية في اليرموك أزمة أوكرانيا تغلي وميركل تتولى تهدئة الغرب لروسيا ما رأيكم بالحوار وختيما 536 ألف مضمون يفقدون التقديمات بعد تقاعدهم في عنوين صحيفة الحياة لليوم خادم الحرمين إزهق الأرواح في سوريا أصبح أمرا مألوفا لا يثير هولا ولا استفضاعا أوكرانيا تعلن التأهب وأمريكا تهدد روسيا بعزلة اقتصادية قائد سلاح البحرية يعلن ولاءه لمؤيدي موسكو في القرم والكراملين يدرس مساعدات ضخمة لأنصاره أيضا في عنوين الحياة الجرب يتحدث بعد لقائه داود أوغلو عن سلاح نوعي قريبا انهيار هدنة اليارموك وتجدد القصف في دمشق السعودية أربع لجان وزرية تبدأ برصد التيارات القتالية والمتطرفة مسلحون يخطفون ثلاثة عشر شابا من المتظاهرين ضد التمديد للبرلمان في طرابلس اعتداءان على الهوية في بنغازي قتل فرنسي وجرح مسيحي مصري وبالأخبار اللبنانية الاجتباك السياسي بين أسلامان وحزب الله على طاولة اجتماع اللجنة الوزرية اليوم لبنان مخاوفه من تحويل الحكومة إلى تصريف أعمال وختيما في الحياة بقلم غسان شربل مقالب عنوان بوتين الرهيب جولتنا بتتابع مع عنوان صحيفة المستقبل جعج على المستقبل سليمان يتحدث باسم الأكثرية استمرار التنديد بتطاول حزب الله على رئيس الجمهورية ولجنة الصياغة تبقى سيرة تصعيد تماني أذار وبصورة الرئيسية اللي عنوانتها النهار في قبضة الغبار منشوف لبنان اللي كان واقع بقبضة ريح مغبرة هبت على موسم قحط وزادت من قحطه وجففه بحسب ما كتبت صحيفة المستقبل اليوم في عنوان أخرى قصف ببراميل المتفجرات على حلب ومجدرة قرب الحدود مع تركيا الاشتباكات العنيفة تعود إلى مخيم اليارموك روسيا تواجه عزلة دولية بسبب غزوها العسكري لشرق أوكرانيا واشنطن بوتين متحالف مع مجموعة لصوص خادم الحرمين الأمة الإسلامية تعيش حالة حرجة من الفتن والصراع المرير وختاما وزير الثقافة الإيراني لا نستطيع أن نمنع فيسبوك إلى الأبد في صحيفة الأنوار اليوم لجنة البيان الوزري تواجه مشكلة التوتر بين سليمان وحزب الله وفي عنوان أخرى قتلان في ترابلس والجيش يوقف مطلوبين أوكرانيا تعتبر التحرك الروسي إعلان حرب وتستنفر قوتها وبقلم المحلل السياسي التمديد لا تحييه المآدب والاستحقاق الآتي انتخابات رئاسية أوباما يحذر بوتين من التدخل في أوكرانيا وختاما مناورات عسكرية بين قوات مصر والإمارات في أبوظبي نتابع جورتنا مع اللواء المخرج بيان من صفحة أو حكومة بلا ثقة بالروعون ينأياني عن خلاف سليمان وحزب الله وجنبلات إرفين أين مصلحة حزب الله في الإنقاذ أم في التعطيل عنوان مقالة صلاح سلام في اللواء اليوم فيلق بدر ينضم إلى حزب الله في معركة يبرود انهيار هدنة اليارموك والمعارك تشتد في نواحي حلب ودرية الملك عبدالله الأمة الإسلامية تعيش الفتن وما حل بالشعب السوري شاهد الأطلسي لحل سلمي ونشر مراقبين وواشنطن لترضي موسكو من مجموعة الثمانية بوتين يحكم قبضته على القرم والغرب يتخبط وأيضا في اللواء ميش دياء تطلق مؤتمر نساء على خطوط المواجهة وبالأخبار الرياضية منشستر سيتي يحرز كأس إنجلترا جولتنا بتتابع مع عنوين صحيفة البلد البيان الوزرية على محاك العلاقة بين الدولة والمقاومة وفي عنوين أخرى سليمان وحزب الله نقطة أخيرة على السطر أسعار الخضار والفاكهة إلى ارتفاع إذا استمر الجفاف هدنة اليارموك تسقط وواشنطن سوريا أرض للجهاديين وأيضا في البلد نتنياهو سنقاوم الضغوط الأمريكية وبالأخبار الطبية الخلايا الجذعية ثورة علمية لمستقبل صحي واعد وبختم تلعاد البلد مع صورة رئيسية تبول حرب باردة لأسطول موسكو يعني متل ما كتبت البلد أنه موسكو حركت أسطولة في منطقة القرم استعدادا للحرب ننتقل إلى صحف بلغات الأجنبية بديلي ستار اليوم مستقبل أوكرانيا على المحاك أصوات الغرب ترتفع غضبا حول تحرك روسيا في القرم وكيف تتحضر للحرب خلاف بين سليمان وحزب الله خلال محدثات البيان الوزاري من ديلي ستار إلى لوريان لوجور بعنوان الرئيسة تسترجع ديلي ستار أيام 2008 بجورجيا جورجيا 2008 أوكرانيا 2014 في عنوان أخرى سليمان حزب الله المواجهة النهائية مخيم اليار موك إلى العذاب مجددا النار والدم وختاما مواجهة مشاكسة في فنزولا أكثر من ذي قبل نتابع مع عنوان صحيفة الشرق استنكار واسع لحملة حزب الله على الرئيس فتش عن الحرس الثوري وراء أزمة الفساد في تركيا بقلم معون الكعك ضمن رأي الشرق الرئيس سليمان الرئيس ميشيل سليمان خائن أم مجرم أيضا في عنوان الشرق هل تتسبب أوكرانيا بنشوب الحرب العالمية ثالثة خريطة تموضع النازحين السوريين في المحافظات المستقبل يستنكر توظيفها ذكرى معروف سعد لخدمة المحور الإيراني السوري وبختم مع أبل مختم مع الصورة بالأخبار الرياضية الرياضي أول ذهاب السلة والحكمة الثاني وعمشيت الثالث وبختم هلأ مع الصورة رئيسية لطوافع عسكري للنظام يلي أسقطت المعارضة بحلب مبارح دمشق تحت القصف من الشرق إلى شرق الأوسط أجواء حرب في أوكرانيا وواشنطن تلوح بعزل روسيا جيش كياب في حالة تأهب وموسكو تعزز وجودها العسكري وتحاصر قاعدة في القرم والناتو يحذر وأوباما يفشل في إقناع بوتين بالتراجع قال أن حكومته تعويل على الأزهر في مواجهة الفكر التكفيري محلب يتعهد بتحقيق أهداف الثورة اقتحام البرلمان الليبي وهروب رئيسه وإصابة ثلاثة نواب وختيما في الشرق الأوسط طرابلس لبنان في مواجهة انهيار اقتصادي جولتنا بتتابع مع نوين صحيفة الأخبار 8 أذار لمقاومة لا ثقة صواريخ جبل الشيخ إسرائيل تختبئ خلف هامش الإنكار وحزب الله يلتزم الصمت ضمن مهرجان أفاق السينما العربية في بيروت مصالحة في الشوف وجملات قلق من جيش لحد في الجولان وختيما سوريا الجيش سيطر على الساحل ويقترب من فك حصار سجن حلب محطة الأخيرة مثل عادة مع نوين صحيفة الجمهورية وبعنوين اليوم محاولات لتطويق الاشتباك السياسي للتمديد أم إلى بعد الرئاسة البنك السوري اللبناني ينتقل إلى اللبنانيين وبالأخبار الطبية أيضا الإجهاد بدواء لمنع تقرح المعدة ورياضيا في صحيفة الجمهورية معركة الصدارة على أوجهها في إسبانيا وإنجلترا وبختم مع صورة رئيسية لشرطة روسية اللي عم تعتقل ناشط بتظاهرة مناورة للتدخل العسكري بأوكرانيا سباق بين التهدئة والتدخل في أوكرانيا ومع صورة من الجمهورية ممكن نوصلنا لأول فاصل إعلاني بحلقتنا من بعده أكيد نجم تابع أخبار سبا خليكو المعنى